تحول إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة بهاء ملحم بهاء تفضل محمد مشهد التوتر يظل قائماً هنا عند هذه النقطة يظل الصدام بين الشبان والجنود مستمراً ظلت الحالة بين مشهد كر وفر بين الشبان والجنود طيلة ساعات هذا اليوم في هذه اللحظات تتصاعد الصدمات تنخصر المسافة الفاصلة بين الجنود والشبان محلول ساعات المساء كما يبدو بأن الجنود يسعون لإنهاء هذه التحركات وهذه التظاهرات وهذه الصدمات التي ظلت مستمرة منذ ساعات الظهر اليوم بتكثيف إطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان والمضي لاستخدام الذخيرة الحية والرصاص المعدني باتجاههم حيث سجلت هذه الصدمات اليوم عدد من الإصابات كان بينها إصابة بالرصاص الحي وإثنتان بالشضايا نهيك عن إصابات أخرى بالرصاص المعدني وبحالات الاختناق إذن المشهد يظل قائما ومتوترا هنا وإن مضت الصورة والحالة محمد لمشهد مشابه لما جرى بالأمس فإن ربما في ساعات حلول المساء هذه ستشهد توترا كبيرا بين الجنود والشبان كما تابعنا بالأمس وهي الساعات التي سجلت عددا من الإصابات غالبيتها كانت إصابات بالرصاص الحي هذا المشهد المتوتر هنا والمتوتر في مناطق أخرى في الضفة الغربية محمد يترافق مع تحركات سياسية ودبلوماسية رسمية فلسطينية سواء ما جرى الدفع باتجاه عقد جلسة مجلس الأمن أخيرا الجلسة الطارئة التي تابعناها وكلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياضي المالكي خلالها التي طالب فيها بالتحرك لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لسيما في قطاع غزة وقال بأن إسرائيل تشرع في تصعيدها واتهدافها للمدنيين وهي تستهدف العائلات الفلسطينية في غزة عائلة تلو الأخرى وتساءل أمام المجتمع الدولي عن الآليات والأدوات الحقيقية المتوفرة التي بإمكان هذه القوى الدولية وبإمكان الأمم المتحدة الضغط من خلالها على إسرائيل لوقف حالة الحرب ووقف حالة التصعيد والمضي لمسارات وقف التحركات هذه التحركات كان سبقها في ساعات الظهيرة اجتماع على مستوى الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي والدعوات الرسمية الفلسطينية لتشكيل جبهة ضغط إقليمية ودولية فاعلة على إسرائيل لوقف حالة التصعيد والمضي أكثر نحو مزيد من العدوان والحرب على الفلسطينيين في أكثر من منطقة في قطاع غزة أو في القدس المحتلة أو هنا في الضفة الغربية بهذه التطورات السياسية كان سبقها بالأمس دخول الرئيس الأمريكي على خط هذه التطورات واتصاله بالرئيس الفلسطيني عباس نهيك عن حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لكن تظل دائما التساؤلات حاضرة ومحيطة بكل هذه التحركات في ظل غياب أي معشرات حقيقية على أي مفعيل ملموسة لها على الأرض حالة التوتر تظل قائمة التصعيد الإسرائيلي وفق المعطيات على الأرض ووفق تصريحات الإساسة والمسؤولين العسكريين تظل كذلك مستمرة بالتالي ينتظر أن نرى ما الذي ستفضي إليه كل هذه التحركات السياسية والدولية التي قال الفلسطينيون بأنها لا تظل محصورة في إطار القنوات السياسية والدبلوماسية هناك مسار قانوني جرى تفعيله ويجري العمل على تنشيطه من خلال الاتصال الرسمي الفلسطيني مع محكمة الجنايات الدولية في ضوء هذه المعطيات لحثها ودفعها على التسريع بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عن شروعها بالتحقيق من خلالها بما يجري في الأراضي الفلسطينية هنا سواء بما جرى في الحروب السابقة على قطاع غزة أو ما يجري من انتهاكات بحقوق الفلسطينيين هنا في الضفة المحتلة وجرائم الاستيطان والمستوطنين المستمرة بالتالي هي أكثر من مسارات بالإمكان التحرك من خلاله ميدانيا وسياسيا ودبلوماسيا وكذلك قانونيا محمد بينما نتابع وإياك تصاعد وثيرة هذه التحرك نعم بها يعني استمعنا سويا إلى اختلقات لا أدري لبما تكون مططية أو نارية هل تسمعني بها نعم محمد يواصل الجنود قمع هذه التظاهرات وهذه التحركات المسافة الفاصلة انحصرت كثيرا مقارنة بالساعات القليلة الماضية يقترب الجانبان من بعضيهما تلجأ قوات الاحتلال للمزيد من أدوات القمع والعنف والدخيرة الحية القاتلة لقمع هذه الحركات ومنع الشبان من الاقتراب باتجاه نقاط تمركزهم لم يتوقف طيلة هذا اليوم إطلاق الرصاص الحي والمعدني وكذلك الغاز المسيل للدموع تابعنا كما تابعنا خلال الأيام الماضية إدخالا لجنود الاحتلال للطائرات المسيرة الحاملة للقنابل الغاز المسيل للدموع التي تدخل في قلب هذه التظاهرات وهذه التحركات وتلقي بحمولتها من الغاز المسيل للدموع في مسعى لتفريق هذه التظاهرات وإنهائها إلى أنها منذ أيام وطيلة الساعات الماضية تظل قائمة ومستمرة وتسجل تصعيدا وإن كان متفاوتا بين الحين والآخر وتسجل عدد مرتفع من الإصابات تظاهرات الأمس في مدن الضفة الغربية قدرت إصاباتها بالمئات الأيام التي سبقتها سجلت حصيلة المرتفعة كذلك في أعداد الشهداء عند أحد عشر شهيدا إلى جانب أكثر من خمسمائة إصابة يلاحظ فيها لجوء قوات الاحتلال في أكثر من موقع وفي أكثر من مناسبة لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما سجل إصابات عديدة لا تزال أوضاعها حرجة ترقد في مستشفيات الضفة الغربية واستمرار هذا المشهد من العنف والقمد واستمرار ما يجري في كثير من المواقع الأخرى في غزة وفي القدس الشرقية ينذر بأن هذا المشهد ماض أكثر نحو الاستمرار وربما يكون أيضا ماض أكثر نحو مزيد من التصعيد والتوتر ترجمة نانسي قنقر